اليوم وبرعاية من الملك محمد السادس تستمر هذه الدينامية الاقتصادية بدعم من برنامج استثماري جديد بقيمة تسعة مليارات درهم وهو يهدف إلى دعم نمو الصادرات المغربية الصناعية والفلاحية من خلال تمديد مجالات التبادل التجاري ستساهم هذه الديناميكية في تحسين القدرة التنفسية اللوجستية في القارة الأفريقية وتأكيد اندماج المغربي في مجال الخدمات اللوجستية العالمية الرئيسية مما يضع طنجة المتوسط في المستقبل القريب في مستوى أفضل موانئ لعالم التجارية العشرين اسمحوا لي باسم عائلة طنجة المتوسط أن أمثل الجهات الفاعلة في المجالين اللوجستية البحري والصناعية المغربية لكي نعبر عن امتناننا الشديد للملك محمد السادس على حرصه الدائم على بلورة رؤية حقيقية وواقعية تضمن التعزيز من تنافسية الاقتصاد المغربي في الأسواق العالمية استمرار الدينامية التنمية كما يحدد معالمها الملك محمد السادس للمنطقة الشمالية تعزز موقعها باعتبارها القطبة الاقتصادية الثاني للمملكة الآن وعلى بعد أميال من أوروبا فالمنطقة فخورة بتطورها الاقتصادي والاجتماعي الديناميكي الجذاب وتستطيع من الآن فصاعدا تأكيد دورها كعنصر فاعل في الاقتصاد العالمي ترجمة نانسي قنقر